اشتركوا في القناة على ابقاء تقنياتهم مخفية وما تكون منتشرة بالنسبة للناس بينما في الجانب الآخر يسعى الخبراء الأمنيين إلى تعلم ومراقبة عمليات الاختراق حتى يتسنى لهم معرفة نقاط الضعف وإصلاحها وتفديها في المستقبل كيف قام المخترق باختراقي وما هي الأدوات أو التقنيات المستخدمة أو كيف يعمل هذا البرنامج الخبيث إذا كان فيروس أو دودة هذه كلها أسئلة تدور في ذهن أي خبير أمني يواجه حادثة اختراق أو مشكلة حدثت في نظامه في هذه السلسلة إن شاء الله راح يكون في عندنا كذا مصدر المصادر الموجودة الآن الأربع كتب هذه تعتبر من المصادر المهمة المتعلقة بالهانيبوتس حاول تلخصها بشكل عام بحيث أنها تكون السلسلة متضمنة هذه الكتب الأربعة للاستزادة أو إذا حبيت تقرأ أكثر الكتب هذه موجودة وتقدر أنك تقرأ عنها وهي مهمة جدا من ناحية الهانيبوتس المخترقون دائما لديهم رغبة جامحة لاختراق أي نظام وهذه ميزة في أي مخترق نحن نتكلم عن البلاك هات فيمكننا أن نستفيد من هذه الرغبة في وضع أفخاخ وتعلم كل ما هو جديد أو حتى معرفة نقاط ضعفنا التي قد لا نكون على علم فيها فالمصيدة أو الهانيبوت راح تكون سلاحنا للحصول على إجابات كثيرة والهدف الأساسي منها هي جذب المخترقين إلى أنظمة قابلة للاختراق ومراقبة خطواتهم كاملة والتعرف عليها عن قرب دون الإضرار بالأنظمة التي على قيد العمل حاليا خلونا نشوف مع بعض التعريف للهانيبوت الهانيبوت أو المصيدة هي عبارة عن أحد الموارد الأمنية Security Resource يقصد بالSecurity Resource أي موارد أن تستخدمه في نظامك سواء كان هذا الموارد عبارة عن Firewall أو Router أو Switch أو Server أو حتى جهاز كمبيوتر ولكن الهدف الأساسي من إنشاء هذه المصيدة هو أن يتم اختراقها لجمع المعلومات ومراقبة ما يحدث داخلها ففي حال لم يتم اختراقها فلن يكون لها أي فائدة إذن الهدف الأساسي من وضع الهانيبوت هو أن يتم اختراقها طول ما إنها موجودة من غير اختراق ما راح تستفيد أو تتعلم أي شيء الشيء المهم بالنسبة للهانيبوت أو اللي حتى التسمية منها اللي جاية منها تسمية الهانيبوت إنها جذابة بالنسبة للمخترقين لكنها في نفس الوقت هي عبارة عن فخ يقعون فيه وتورطون من ناحية إنه يتم مراقبتهم وتعلم تقنياتهم أيضاً راح تواجهك مصطلحين مهمة اللي هي الهانيبوت أو الهاني نت وش الفرق بينهم؟ طبعاً الفكرة إن الهانيبوت يقصد بها جهاز أو نظام واحد كمفرد ككلمة مفردة الهانيبوت بينما لما نتكلم عن صيغة الجامع يكون الهانيبوت عندي أكثر من الهانيبوت سواء مجموعة أو شبكة فهنا نطلق عليها كلمة الهاني نت أو هاني نت في فقد مصطلحات خص المفرد والجمع